رشيد من الجزائر يقول طيلة 15 سنة والحكومة ترفع شعار التخلص من التبعية للمحروقات هل يمكن أن تعترفوا بأنكم اخطأتم وأن سياساتكم الاقتصادية عرجع؟ سؤال ربما سابق لأوانه قبل أن نتعرض إلى شق ثاني متعلق بالوضع الاقتصادي بالجزائر إجابة تكون تمهيد للدخول إلى شق ثاني هناك في الحقيقة الإجابة الصحيحة للتبعية للبترول هو الإنعاش الاقتصادي وإنعاش في الميدان الصناعة في ميدان الفلاحة في ميدان السياحي في ميدان اقتصاد رقمي في ميدان كل الميدان الاقتصادية هناك عدة استثمارات كبيرة جدا من القطاع الخاص ومن القطاع العام فيما يخص الصناعة ولكن هذه تطلب وقت لكي تأتي بالثمار هنا مثلا العمل الذي فات في الصناعة خاصة في المؤسسات العمومية أكثر من 12 مليار دولار تحت استثمار وهذه الاستثمارات تطلب 24-50 سنة لكي تأتي بالثمار ولكن السيدة عنده الحق الحل الوحيد هو إنعاش الاقتصاد الوطني نعم سنتحدث عن إنعاش الاقتصاد الوطني لكن سيدة عمارة بن يونس لو نستعرض الوضع الاقتصادي الحالي الذي تعيشه الجزائر ربما الحكومة تحركت على أكثر من صعيد لمواجهة انهيار أسعار النفط في الأسواق العالمية الشارع الجزائري يحبس أنفاسه خاصة بعد إقرار الرئيس وحتى للحكومة لإجراءات تقشفية أنتم في الحركة الشعبية البعض يصفه بأنها إجراءات تقشفية أو ترشيد تتقل تتقل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عمره رئيس الجمهورية وعمره رئيس الحكومة ما تكلموا على سياسة تقشف ترشيد نفقات ترشيد في ترشيد نفقات هذا مبدأ أساسي لكل حكومات أنتم قراءتكم في الحركة الشعبية للقرارات التي لجأت إليها الحكومة لمواجهة انهيار أسعار نفط وتراجع مداخل الجزائر خاصة أنه آخر تقرير يتحدث أن مداخل الجزائر تراجعت بـ 3 مليار دولار خلال سنة 2014 أشوف يعني التراجع واضح البترول كان بين 90 و110 دولار والآن رأى تقريبا قلوا 65 و65 ديجا 65 كان إنهيار كبير فيما يخص الواردات الميزانية للوطنية ولكن الشيء المهم الشيء اللي قالوا رئيس الجمهورية وشيء اللي ذكروا عدة مرات للوزير الأول هو الدولة الجزائرية لن تتخلى على سياسة هذه الاجتماعية الأسعار المدعمة تبقى أسعار مدعمة إذن سلوى سياسة الريع سيد مارا لا خاطر شوف مرناش في نفس الوضع كما 1986 لما كان إنهيار الأول لأسعار البترول حنا في يعني نتكلم عن أوضاع الاقتصادي الجزائري وشنهي الأوضاع الاقتصادي تعال في 2014 عنا عنا الأخر ما عناش مديونية خارجية هذا كان في 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 86 كنا مخنوقين بالمديونية الخارجية عنا بالرزرف بالدولار احتيات صرف 100 مليار دولار احتيات صرف لع الأقل 3 أو 4 سنوات والمديونية الخارجية كل الاقتصادين يقول لك من يعني من الممكن أن المديونية الجزائرية تصل إلى 100 مليار دولار بدون أن تكون يعني خطر على الاقتصاد الوطني إذن عنا نحن 5 أو 6 سنوات من الممكن الخمس سنوات 6 سنوات المقبلة هذه أن الاقتصاد الجزائري يبقى على حل ولكن ولكن شيء قال له رئيس الجمهورية شيء قال له وزير الأول أن بعض المشاريع لمهمش يعني أولوية ورئيس الحكومة سمعتوا تكلم على في بعض المشاريع في قطاع يعني النقل في مخص تراموي تأجيل تأجيل ولكن فيما يخص كل مشاريع فيما يخص السكن الجمال الاجتماعي فيما يخص الصحة فيما يخص التربية الوطنية كل هذه المشاريع ستبقى على حل نعم